أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكال أخبار العراق أنها سجلت 1066 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 1916 شخصا للشفاء وأضاف البيان أن حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 6 حالات في عموم محافظات البلاد لافتا إلى أن الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 39,042